اغلاقوا قوات الشرطة لمقر المجلس الأعلى للقضاء ومنعوا أعضائه من الدخول تنفيذا لقرار الرئيس عيد بحله اعتبرته قيادة المجلس تصعيدا خطيرا ومحاولة للاستيلاء على السلطة القضائية هذا المجلس الذي كنا نعتقده في يوم ما أنه سيكون سمام أمان للاستمرار المسار الديمقراطي اليوم مغلق أنا نتقدم اليوم إلى مجلس الأعلى للقضاء أجد المجلس مغلق أترح السؤال هل أنه لي الحق في الدخول إلى المجلس الذي انتخبته للقيام بيوجه بيصلبه قيادة المجلس الأعلى للقضاء وعدد من الهياكل الممثلة للقطاع قالت إنها بصدد تدارس الرد على قرار الرئيس عيد وقد أدانت أحزاب النهضة وتنسيقية الأحزاب الديمقراطية قرار حل المجلس وفي المقابل رحبت بعض المنظمات والقوى السياسية بالقرار معتبرة إياه خطوة في اتجاه إصلاح القضاء أعتقد أن الخطوة التي اتخذها الرئيس ربما في المستقبل سوف يكون لها أثر واضح وأثر إيجابي في إصلاح المنظومة القضائية وخاصة المنظومة الإجرائية التي تهم المحاكمات وتهم سير القضايا وتهم الاستقراءات وكشف الحقيقة قرار الرئيس عيد بإصدار برسوم يعيد تنظيم عملي وصلاحيات المجلس الأعلى للقضاء جاء على خلفية اتهامات لعدد من القضاة بالتسطر على ملفات وقضايا تتعلق بالفساد والإرهاب والولاء لحزب النهضة اتهامات أطلقها الرئيس عيد ومؤيده منذ فرضه لإجراءات الحكم الاستثنائية وتزامن ذلك مع دعوات لإصلاح القضاء وتحقيق الاستقلالية الفعلية لهذه السلطة لا بد من إيجاد الحل من أجل منقول اشتطهير القضاء لأن القضاء فيه ناس وطنيين وأبدأوا لعدد دلائل على هذا لكن لا بد أن الناس هذم هما ليأخذوا المسؤولية اليوم في القضاء وهما يقودوا القافة لمتاعه التصعيد في الخلاف بين الرئاسة والقضاء تزامن مع انعقاد أول جلسة قضائية يمثل فيها أكثر من عشرين مترشحا للانتخابات عام 2019 على خلفية اتهامهم بمخالفة تحجير الإشهار السياسي والانتفاع بدعاية انتخابية غير مشروعة عبر وسائل التواصل والدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي ويعتبر مراقبون أن التعجيل بفتح ملف الجرائم الانتخابية كان بدفع من الرئيس قيس عيد الذي لطالما انتقد تأخر القضاء في حسمه قرار السلطات بمنع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء من الدخول إلى المقر يمثل وفق مراقبين نقطة تصعيد في الخلاف الدائري بين مؤسسة الرئاسة وبين المؤسسة القضائية سيما بعد تلويح القضاء بتصعيد احتجاجاتهم في الأيام القادمة توفيق عائشة الحرة تونس ترجمة نانسي قنقر